اللي هو فيه مجموعة المنظومة اللي بقول لها حضرتك عليها تمام أول حاجة في المنظومة دي إيه؟ ده ممكن مجموعة عنده بنت عندها الأسنان كلها متأكلة وعاملة فيها حشو قبيض وفيه تسويس حوالي الحشو القبيض محتاجة حشو عصف في الأسنان كلها ومحتاجة أنها تغطيها كلها تمام؟ فبنبتدي دلق منظر الأشعة المقطعية أبتدي أشوف أحلل كل مقطع في الأشعة المقطعية أي أبتدي بعد كده أهو بشوف أنا ده المنظر الفك ومنظر العظم ومنظر الأسنان ومنظر كل التفاصيل اللي أنا بشوفهاش بالعين المجرد تبقى فبنبتدي بعد كده ده منظر المايكروسكوب بتدي أشتغل بالمايكروسكوب جوة فم المريض هنا بنحضر الأسنان اللي فيها مسوز بنشيله بنعمل ده منظر التحضير للأشرة التجميلية بنبتدي بالليزر نبتدي نشكل اللسة لأن دايما اللسة دي هي اللي بتحدد شكل الأسنان الجميلة طبعا وابتدي أغير اتجاهات الأسنان باستخدام أن أنا أشيل من هنا حتة فيادة وأشيل من هنا حتة أقل وأطلع وأدخل باستخدام المايكروسكوب ثم بعد كده أبتدي نتنقل للنقطة التانية في المنظومة طب ولو إفرد حضرتك زي اللي شايفينه في سنة يعني متقدمة عن سنة بالضبط بشيل من دي أكتر وأشيل من دي أقل واللي متقدمة دي هتبقى اللاسة بتاعتها نازلة تحت فاللي جنبيها اللي متأخرة هتبقى اللاسة طالع على الفوق أبتدي أنزل اللاسة دي بالليزر حيث اللاسة كلها تبقى بسوا واحد والسنان كلها تبقى بسوا واحد وابتدي ده المقاس الرقمي أبتدي أعمل مقاس رقمي للأسنان بحيث أنه يطلع لي الموديل الرقمي والشكل الرقمي الأسنان باللاسة بالمنظومة وركب الكلام ده على وش المريض وابتدي أن أنا أنزل عليه كافرز سواء إشرة تجميلية أو تربوش أو الكلام ده كله علشان خاطر أعمل شكل أسنان جميلة جدا زي ما انت شايفة الكمبيوتر بيعمل لي بروبوزلز أو عروض لأحسن شكل وصلنا لأحسن شكل وإنت حددتك بتختار اللي يناسب المريض ووريلي المريض عجبه أبتدي أخروطه من بورسلين ناقي زي ما احنا شايفين كده وأبتدي أخده أحطه على الأسنان ويبقى هو وسلنا حتى واحدة ميزة البورسلين ده إيه؟ إنه 95% زي الميناء فأنا أكني برجع سنان طبيعية تاني بالشكل واللون اللي أنا عايزه ترجمة نانسي قنقر